أنا يا أبتي مذ قد فقدتك لم أزل أحيا على مر الزمان بمأتمي وكأنك الصدق الوحيد بعالمي والكل يا أبتاه محضة وهمي وكأن لسان هؤلاء الأطفال كاد ينطق بتلك الأبيات فهم ممن فقدوا أهلهم وذويهم لكن أمنياتهم لم تكن تتعدى ارتداء ملابس جديدة أو الخير والسلام لكل العالم شو أمنيتك بالعيد؟ أني ألعب وأني ألعب وأنبسط وأعيد وواعج داد من بتحكي كل عام وأنت بخير؟ العالم شو بتحكي بالعيد؟ تلعمت أنت بخير شو بتتمني بالعيد؟ أعيد شو بتتمني بالعيد؟ أعيد شو بتتمني بالعيد؟ أحب أن أكون بسوطة وأعطي خير للناس هنا في إحدى مراكز دور رعاية الأيتام في العاصمة عمان يستعد هؤلاء الأطفال لفرحة العيد حيث يبادر المركز بتحقيق الممكن لإسعاد الصغار سنبدأ نستقبل عيد الأضحى إن شاء الله في 29 و30 الشهر في محافظة إربد ومحافظة العاصمة عمان من خلال عمل مهرجان العودة للمدارس ومهرجان العيد سيكون في هذا المهرجان عدة فقرات ترفيهية بالإضافة سنوزع لهم إن شاء الله كسوا إلى العيد وحقيبة المدرسية فقدوا أباءهم لكنهم لم يفقدوا البسمة في وجوههم سيبقى هؤلاء الأطفال هم من أكثر سعادة رغما عن منغصات الحياة هيا باسل الأردن اليوم كل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر